اشتركوا في القناة اقوم بتصميم شهادة واحدة واقوم بجلب كافة البيانات من ملف الاكسل في البداية يجب ان يكون متوفر لدي ملف اكسل موجود به كافة الاسماء وكافة العلم ننتقل الان الى ملف الورد نفتح ملف فارغ الان نقوم بتصميم شكل الشهادة المطلوب على برنامج الورد انا لدي مثلا هذا التصميم طبعا تصميم بسيط يمكنك ادراج جدول وكتابة البيانات الاساسية مثلا لدي هنا الاسم ساقوم بكتابة الاسم الطلاب هنا ولدي هنا اسماء المواد لدي هنا ايضا العلمات العظمى اريد هنا ان اقوم بجلب كافة علامات مثلا الثقافة الاسلامية للطالب الاول واللغة العربية والانجليزية وهكذا طبعا هنا نقوم باستخدام الميل ميرج دمج المراسلات لجلب بيانات من ملف الاكسل نذهب الى امر ميلينج ثم نختار من هنا طبعا هنا يوجد لدي ثلاث اختيارات الخيار الاول type new list يمكنك ان تقوم بكتابة الاسماء والعلامات من البداية طبعا سنختار الخيار الثاني use existing list اختيار بيانات موجودة بالاصل تكون موجودة على ملف نضغط عليها هنا ونحدد مكان ملف وجود ملف الاكسل ساختار هنا مثلا هذا الملف اسماء الطلاب واضغط على امر open هنا نختار الشيط ورقة العمل التي يوجد بها العلامات طبعا موجودة لدي هنا داخل ملف او داخل ورقة عمل اسمها الصف كامل سأضغط على هذه احددها واضغط على امر موافق طبعا للتأكد ان البرنامج الورد قام بسحب البيانات من الملف نضغط على امر edit هنا سيعرض لي كافة البيانات الموجودة في ملف الاكسل وهذا الشكل طبعا للتأكد انه تم جلب اسم الطالب سنضغط على امر preview result رؤية النتيجة فكتب اظهر لي اسم الطالب كامل الآن اقوم بتكملة هذه الخطوة على جميع المواد مثلا الثقافة الاسلامية اذهب الى الثقافة الاسلامية واكرر حتى نهاية كافة العلامات اللغة العربية وهكذا بعد ان نكمل كافة البيانات يمكنك استعراض النتيجة هنا print preview result وتستعرض كافة العلامات الخطوة الاخيرة هنا ارسال هذا التصميم على الطابعة نذهب الى امر finish and merge نختار هنا edit individual document ثم نختار all document كافة الطلاب طبعا يمكنك تحديد current record السجل الحالي او مثلا من الطالب الاول الى الطالب مثلا الثالث او الرابع حسب ما ترغب ساختار هنا كافة الطلاب واضغط على امر ok فيقوم برنامج الورد بعمل ملف جديد اسمه letters يمكنك الان القيام بطباعة يمكنك طباعة هذا الملف او هذه الشهادات على الطابعة وتحديد مثلا شهادتين على نفس الورقة طبعا شرحنا هذا الامر سابقا الى هنا ينتهي درسنا تحياتنا اليكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة